النساء الخير عليكم يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما وفراحة بال اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامتكم مع الاستاذة النهاردة حلقتنا مختلفة تماما عن كل الحلقات اللي كانت قبل كده النهاردة معانا كابتن بتجمع بين فن الكيادة داخل مصر وخارج مصر وبالاخص في الدول او دولة السعودية معانا كابتن ملك وحب اهلا بحضرتك اهلا بيك كابتن با ازايك الحمد لله رب العالمين اشتغلتي في السعودية واشتغلتي داخل المحافظة الشرقية او تحديدا في قرية ابو حمد او مركز ابو حمد عايزين الاول نتكلم قصتك في البداية خالص اول ما ابتديت تشتغلي في السعودية او ازاي مثلا او اشتغلت في السعودية ولا ازاي ابتديت اشتغلت في السعودية من بداية ما اول ما اشتغلت موضوع تدريب الكيادة من البداية خالص كان بداية ثمين ايوه طبعا انا من عشاء السيارات جدا وعندي هويت بعشق حاجة اسمها قيادة السيارات وكمان حبيتها اكتر بالميكانيكا بتاعتها للخبرة اللي بيني وبين جوزي جوزي مهندس ميكانيكا سيارات فبدأ حالة من العشق بيني وبين السيارة فطبعا حبيت ان انا امرس المهنة دي وكمان لما لقيت الاعلان ففكرت اشتغل فيه ازاي فلما لقيت فرصة ان انا اشارك السعوديات فرحتهم في اول مرة المرأة تسوق في السعودية فقررت على طول ان انا ايه اسافر السعودية يعني حضرتك قبل ما تفكر انك انت تشتغلي في السعودية انت كان عندك الميول للموضوع ده عشق مش ميول عشق الموضوع ان انا بعشق قهده ان انا سوقه بتاعه وان انا ادرب ما هو العشق ده بولد حاجات كتيرة جواكة عايزة تعمليها لما بتعشقي حاجة بتطلعي كل الحب وكل الطاقة ان انت توظف الحاجة دي ازاي وتحاول تفدي بها غيرك وتفدي بها نفسك وتوظفيها ازاي في مجتمعك ولناسك فبالتالي اشتغلت او ما بدأت اشتغلت على طول في السعودية على طول اشتغلت هناك بس ما اشتغلتش مدربة على طول طبعا اتدربنا على ايد خبرة ما شاء الله طبعا بوجه لهم التحية هنا ميس ايمان وميس هودا وانيشيا وجوليت ده فريق من دبي لان المدرسة اللي ضربتنا مدرسة سواقب دبي يعني الاسماء اللي حيقلتها دلوقتي دول جامعة من دبي يعني كابتن ملك بتشكركم على الهواء ميس ايمان وميس هودا وانيشيا وجوليت ميس ايمان وميس هودا كلهم من دبي من دبي جم دربوكم في السعودية جم دربونا شهرين القيادة بحزفرها كأننا احنا لسه اول مرة بنسوق وغدبالك فتعلمنا تيكنيكل وحاجات جميلة جدا في السواقة نقدر نتعامل مع الطالبة او احنا عندنا في السعودية لما كنا بنضرب في السعودية فبنقول على العميلة طالبة مش المتدربة ماشي فكنا بنتعامل مع المتدربة ازاي ازاي تكون عنينا في وسط راسنا ان احنا نكون لمين بكل الحاجات اللي بتحصل من حوالينا بحيث ان احنا نتفادى اي خطأ بسرعة نما عندنا سرعة البديهة ازاي نقدر كمان نتعامل ونخفف التوتر اللي بيبقى الطالبة او العميلة جاية اول مرة تسوق طب انا عايزة تسألك سؤال دلوقتي انت كنت قبل ما تروحي طبعا للسعودية مكنتش مدربة ايوة انت لسه رايحة كنت سوقتي هناك ايوة سوقتي طبعا وانت الاول كنت بتسوقي في السوبة بسوقت مين هنا في مصر بتحديدا في مركز ابو حمد مركز ابو حمد الفرق لا هو فرق كتير جدا الفرق ان هناك فيه نظم مع حاجات منظمة جدا كقيادة ولا تدريب لا كقيادة لا تدخلش في تدريب تدريب لسه في قصة هتكلم فيها ايوة كقيادة هناك اول حاجة كل حاجة بنظام الناس كلها سواسية في حاجة ان انت لو اغلقتي هتتحسبي فعشان كده كل الناس ماشي بالقوانين او الرولز المرورية فكل واحد عارف هو رايح فين وهيعمل ايه هيعمل سليم هيمشي في السيف سايد هييجي كده ولا كده هيتلاقي تطلقت بساهر اول مخالفات هتجي اكتر حاجة كده غريبة بالنسبالك اول ما رحت الصعادية وصربت لها كده اللي هو قدمش بتاعتي طريق الهايوي يعني عارفة طرق وعربيات بقى كتيرة وطبعا احنا مش حافظين الاماكن والاماكن من كتر ما هي منظمة حسن هي شبه بعضها فحسيت اننا هتوه اننا هتايها في نظام قوي في نظام قوي وطرق جميلة قوي والمكان اللي كنا بنسوق فيه كمان احنا دخل الجامعة اللي حكو نضرب فيه بشكل مدرسة السعودية القيادة اللي هي اتحتلي الفرصة دي الجميلة وخلت عندي زوادة الاكسبرينس كمان عندي او الخبرة بتاعتي في القيادة دا واضح ما شاء الله احنا الاول عايزين نشوف تقرير وانت بتدرابي فيه السعودية ايوه تمام بتدرابي هناك الموضوع مختلف مختلف جدا فخلنا نشوف التقرير ده استاذ محمد ان ما فيش تغيير ومصور لما تكون يدخل على ايه على مطاب اقواص لو فيه مطاب وانتعد تنطق استني لما تعد المطاب وتنطق اوكي هنروح دور سي دا اوكي اوكي هنروح دور سي دور سي دوري انت منتق على مطاب اوكي وانت منتق على مطاب انت قليتي خالص هدد السرع وانت منتق على خط سريع اسرع دي ايه يجب ان تخفيف السرع وليس انت شبه ان انت وقفت اوكي 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 هنالك دور سيلة مين بقى برد لشبح لك السيلة مين بقى برد لبناء مين بقى برد لبناء هنطلعت وهنا تاني كلاس اه ايه في مطابي قلبي في ربالي مين بقى برد لبناء عندها احساس باليأس تماما انها ما كانتش هتسوق او كان بتطرر تسافر مصر عشان تسوق او بتسوق او بتسوقين بس هي حققت حلمها اللي كانت عمالة تدافع او تشاغب عليه لحد ما الامير محمد سلمان نولهم الحاجة دي وكانوا فرحانين جدا 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 انت دلوقتي في الفيديو بتكلم العميلة وفي نفس الوقت بتشرح لها لو في اي موقف حصل ده نظام اسمه يعني ان انت بتعودي الطالبة او بتعودي العميلة معاكي ان انت هتقعد جنبها ابنها هتقعد يقعد جنبها صاحبتها زوجها اي حد يتكلم يبقى ما تسرحش في حاجة واتيب حاجة لازم هي بتتكلم تبقى عندها سرعة بديها بالزبط كده عارفة ان في حاجة مفاجأة لان احنا دايما نشرح للعميلة بتتكلمي عندك نظرة واسعة شاملة تشوفي على بعد ممكن تلاقي مطب ممكن تلاقي يوتير ممكن تلاقي سيارة جاية عليك مفاجأة يبقى انت لازم يكون ردة فعلك جهزة وانت بتتكلمي ما تكونش سايقة وسايبة اولادك او اي حد بيكلمك جنبك مش قادرة تجمعي بالتنين طيب احنا بنتعلم السواقة اكيد مع السواقة بنتعلم حاجات تانية مهمة جدا هل في مدارسة السعادية كانوا بيأكدوا على معلومات معينة مثلا مثلا احنا مثلا عايدي ممكن احنا بنسوق كده احنا سايقين ونحط الروج لا طبعا القيادة اصلا مسكة الديركسيون احنا عندنا ممكن بقى شغل المصريني اللي هو كده وعش كده وده على الازاز هناك مسكة الديركسيون والمسكة الصحي اللي هي المفروض حاجة اسمها تين باي تين عشرة عشرة اسمها كده ايدك مسكة متحكمة في الديركسيون كويس علشان السيارات الحديثة كلها باور اي طاطش بسيط طاطش بسيط تلاقي راح بالسيارة نحية تانية خالص لكن مفيش حركات مثلا كمدية كبتب تشوفيها لا طبعا المصريات مجرمين لا حركات كتير ام تعرفت سوي ايه عرفت عرفت هوب طب تفضلي بقى الاستقلالية لان طبعا تعليم القيادة بيجي على حاجات معينة توجيه كامل توجيه مباشر توجيه غير مباشر تيجي تجرب ان اهل طالبة تطلعت فوق الرصيف واغدبالك ان يدوبنا بقى ان يلحق بقى الحاجات الكومودية اللي احنا كنا بنشوفها بس الحمد لله ربنا كان بيستروا ده كان جوه السعودية خلصت السعودية وانزلت انا عايز اعرف الاول اسباب انك انت خلاص انت خدتي قرار ان انت سافر السعودية تانية اه هو كنا رايحين زيارة طبعا لشغل وانساعدهم في فرحتهم وبعدين المدة انتهت وانزلنا المدة بتاعتنا انتهت لكن محبيتش ان انت ترجعي تانية عندي شغلي هنا بقى حبيت ان انت تكملي بقى شغلي هنا بقى حبيت بقى واصل الحاجة اللي انا بعملها وطبعا ايه بحست اشوف افضل ايه الاماكن انا عايز اعرف بقى الموضوع ده حبيت بقى تنزلي خلاص يعني رب هنا رب هناك والرزق هنا موجود ورزق هناك كدر ليه ما اشتغلش هنا اشتغلت هنا اكاديمية الاستاذة حبيت انمي الحاجة اللي السعودية ادي تالي وعلم تالي لان هما مصرفوش شوي علينا في التعليم فقلت مضيعهاشها بقى منصورة لازم اوظفها صح وافيد اهل بلدي بيها فدورت بقى مين اللي انا قدر كده قعدت ادور على الاماكن كتير لحد ما وصلت بقى لافضل اكاديمية ليه اكاديمية الاستاذة طبعا اكاديمية الاستاذة طبعا طبعا بدون شك يعني طيب نزلت وفعلا دربت واشتغلت اه اشتغلت خاص بيا طبعا الاوي خلينا ان احنا نتكلم ان احنا خلاص احنا استكرينا في مصر واشتغلت في في الكارية او سوريا في المركز في المركز انا اللي بتكلم بقول كارية لان فيه فنجة هنشوفه دلوقتي بس بعد من اتكلم نقطة دي تعتبر بالنسبة للقاهرة حاجات مدن صغيرة يعني متلفة في دايرة صغيرة تمام طبعا لما انا شفت الفيديو دا وشفت الفيديو دا سعودية انا صغيرة ايانا في فرق شاسع حتى في طريقة اسلوبك معاهم اختلفت لان كانت بفاجئك خليها نشوف الفيديو دا اشتبه لنا كده محمد اه يلا اطلع بيه علشان نرد عليه نرد عليه ان انا مستغرباله جدا نشوف المفاجئات وجينا بقى عند باستلامة من طريق قورين ده المزلقان الجديد هنا هو الزحمة ونشوف بقى الميزة هتتصرف ازاي في الزحمة مع تلك كلاست جماعة دا كل الفيديوهات دي في كلاست واحد يلا يا قلبي برافو نزيد بنزين بزدفت كده ايوه برافو ممتاز ممتاز يا حبيبة قلبي برافو برافو طيب انت بلا هترد على كلام ده ايوه يعني جماعة دي نفس الكابتن اللي كانت بتشتغل مع عميلة في السعودية كانت بتضربها قدامنا بس طبعا مع اختلاف الشوارع والطرق ايوه ايه الفرق بقى؟ الفرق واضح بقى طبعا بالعين المجردة عادي يعني يظهر يعني اوكي هناك طرق منظمة شفتوا نظامك واحد ملتزم حرطه ده طرق ايه وده طرق ايه لكن هنا الطريق كله تلاقي فجأة حد مقابلك اللي رايحك في وشي اللي جاي كله داخل على كله فبعلم طالبتي وخصوصا كنت بدرب هناك اوتوماتيك هنا بدرب مانوال انا بقى عايز اعرف الحلقة دي ايوه دلوقتي انت هناك اشتغلت على سيستم معين اهه واتدربت عليه ايوه عشان الشوارع كده شوارع منظمة وجميلة وظريفة اهه لما نزلت هنا اشتغلت معانا انت بقيت خلص انت مضطرة انك انت تتعاملي معا اه عربيتك هناك كانت اوتوماتيك او العربية اللي بسلمها اللي كانت اوتوماتيك هنا العربية انت شغالة على مانوال فالمهارة بتبقى اعلى بكتير واصعب واصعب بكتير اهه بتعملي ده بقى ازاي بتبدأ ازاي معاها من الاول اهه وهل انت او ما ابتديت شغلي هنا بعد ما كنت استمرتي فترة اهه ورجعت هنا هل حسيت الموضوع صعب عليك كمدربة اه اول كلاس ممكن كنت هتعامل ازاي مع الطرق وخصوصا انح بقى عندنا في المركز ابو حمد او في القرية كده حاجات التكاتك او التفاطف اه بتسموها ايه مثل التكتك عالدوم اسمه تفطف تفطف ايه واخدين بالكو بقى فالتفطف دوت مشكلة عامل زي عفريت العلبة ممكن لقيه دخليني هنا او هنا او هنا في كل مكان يطلع علينا بالضبط على الفكرة مش عندك بس يعني احنا في مناطق كتير جدا دلوقتي يعني في جسد السويس مفروض انه شارع حيوي جدا مفروض انه شارع مهم جدا لا بيعد على التكاتك وبيعطلوا الطرق احنا مش تكاتك بقى احنا كمان عجل وموتسكليات وكمان تلاقي بقى العربيات تكروا بقى بالحصان ماشية واخد بالك لا انوار ولا اشارات ولا اي حاجة من ودة نظرك لو نفس الاشخاص دي او نفس الناس اللي هم مالهمش اي علاقة بأصول الكوانين ايوه في البلد لو سافروا الصعادية وسافروا هناك بسي هقول لحضرتك على حاجة احنا المصريين جبابرة فرعنا في اي مكان بزر ندوس على طول طبعا سبتين كياننا في اي مكان ده بستني بس يعني انت هناك مفيش حاجة اسمها يعني انت تمشي عكسي مثلا لا طبعا احنا بنتكلم ان احنا هنروحنا كسر الاشارة لا كسر الاشارة دي فها كسر رقبة طيب احنا بنتكلم بكده احنا هنروح هنوظف احنا اللي احنا تعاملها هنمشي على رولز البلد يعني احنا بنتعامل مع بلدنا هنا بفتحة السدر فالليسوق في مصر يسوق في اي حتة تانية وواحدة واحدة هيتعلم على الرزق او القانين بتاعت المرور هناك انت لما سوقتي هنا وروحتي السعودية علشان تسوقي هناك انت تعبتي في الاول اه تهت تهتي تهتي ليه عشان انت متعودة على انك انت في شوارع انت مميزة مثلا بالكشك الفلاني بالكلمور اللي مش عارف ايه ان هناك الدنيا شبه بعض الدنيا شبه بعض فبنضطر ساعات على الجي بي اس الجي بي اس لفتنا مسافات كبيرة حوارات تانية يعني كتيرة ممكن نلاقي بوابات مقفولة نلاقي طرق مقفولة فبس بنمشي يعني على الطريق اللي رسمه لنا الجي بي اس والطرق واحدة هنا بقى معلمين حاجات كتيرة بس بتضيفنا بقى ايه حتة الزحمة وازاي نتصرف فيها هو ده الفن بقى هنا بدزل الفن اكتر حاجة انت تعلمتيها من السعودية طبعا كلنا من شغلنا منتعلم ايوا اكيد طبعا ايه للحاجة اللي تعلمتيها قوي هناك وحب ان كل بنات بلدك يتعلموها وتأكد عليها انا عايزك تأكد على كذا نقطة ما يعملوش كذا او يعملو كذا او سواء مفروض خطوات انا دايما اقول للطالبة او العميلة لو خفتي ما تسوقيش بروض عليك اول حاجة لازم القلب الجريء ولازم تكوني تيكير او منتبهة للكل اللي حواليكي تكوني صبورة اتعصبتي برضو او تحطيتي تحت سترس نفسي برضو ما تسوقيش دي نقطة تانية واخد بالك تالت حاجة الالتزام بالقواعد المرورية ما تفرحيش لما تيجي واحدة تقولك او دا تعلمت سواءة سيئة بيد وبتتكلم بالموبايل بيد تانية دي طبعا خطأ هناك في السعودية غرامت الموبايل 500 ريال طبعا على فكرة مفروض هنا الكلام دا المفروض هنا فيه هنا على فكرة قوانين مكتوبة ونزلتها اكتر مرة على البيت دي قوانين لو امين الشرطة بيكتبها لكن هناك فيه كاميرات بتلقط حزام الامان لو ما كانش مربوط للاثنين الامامين بيتاخد مخالفة هناك هنا بقى لو واحد واقف مثلا كتب في الدفتر لا تب احنا حزام الامان دا أصلا معمول مش عشان كمان نقول المخالفة و الفلوس لا دا معمول الامان بتاعنا وغد بالات دا اولا لو حصل لا picture الله اي حدثة فالحزام الامان دا بيكون امان لنا مانصدمش هوا يحصل حاجات مبلغ فيها تاني حاجة فيه العربات الحديثة حزام الامان دا لما يطربط بطريقة صحه يكون مربوطص مرتبط بالارباج لو حصل اي حاجة الارباج بيفتح ولو هو ايول لا در الله مش قطين حزام الامان الإيرباج ما يشتغل عشان حد يشتغرب لقدر الله لو العربية يعني حصل حدثة أو أي حاجة والإيرباج ما فتحش ده بسبب إن هم أصلاً مش حطين ومش حطين بس كمان يا جماعة الإيرباج ساعات لو أنت ربط حزام الأمان بطريقة يكون متني كده مثلاً حزام الأمان بيكون مربوط كده يبقى لازم استريت لو انتنا تانية مبروم لا لو مبروم كذلك برضو الإيرباج عمره ما هيفتح فهما دي فنيات أصلاً في الإيه في السيارة مش حطينها للمنظرة أولاً عايزين الجماعة فلوس لأ دا حطينها للأمان لللي بسوء واللي اللي ركب معا طب أنا عايز تسألك أنت عارفة إن إحنا عندنا مشهورين أيها؟ في عندنا بقى لما نزف عروسة وبتاعها ممكن نعمل خمسات خمسات أيها آه وغرز وش عارفة إقوة كلام من ده هل في السعادية في كلام ده؟ آه فيه آه تفحيط بيسمونه تفحيط اسمه تفحيط تفحيط آه أه فحط لك خلاص الكلام ده في طرق عادية يعني يعني إشاراتكم مرورية أو كلام ده مفيش كلام ده لا 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 خالص يعطى لحركة المرور أو الكلام ده استحالة ده شوية شابب مثلاً من الجماعين في مكان واسع يقوموا انفحط زي مثلاً الطالبة تكون ركبة معايا أنا تعلمت يا كافتن خلاص أفحط لك آه بتبقى خلاص هي شايفة يعني شايفة نفسها نعم على فكرة هنا كمان فاكرين إن أعلى حاجة في السواقة التخميس التخميس أو بمعنى أصح إن أنا يعني أخذ غرزة أجازف بالعربية أو تسوق بسرعة أو تكلمة طب بزبط يعني درجة إن فيه في الأكاديمية يعني كنتم نزلها بوست كوميدي ففيه فيه شاب بداخل قال ممكن أعرف بقى أستاذة أنت بتمشي على سرعة كام طول بمشي على السرعة المكررة دي دايماً كنت قلها حتى لو لاحظت في الفيديو فبقال لي ليه وليه أنت من ليه مطعفش تقفلي عدد تعالي سابقيني اللي هو الهزار اللي هو أنت شايف أنه دا أعلى حاجة فإحنا لأ إحنا ماشيين صح وعشان كده الستات ما بتعملش مشاكل في الطريق ما بتعملش حوادث مش هي المتسببة في الحوادث في معلومة تانية كابتين دهب برضو أقول السرعة لو زادت عن حدها بتصبح السيارة هي اللي تتملك منك مش أنت اللي بتتملك السيارة لكن لما تمشي بالسرعة المطلوبة أنت اللي بتتحكمي في السيارة مش السيارة اللي بتتحكم فيكي تقدري تتفادي أي خطأ تقدري تتفادي أي حاجة مفاجأة تطلع لك والله يا مالوكا زي حلقات كتير جميلة بتعدي علينا بسرعة جدا أنت محتاجة حلقات كتير هنتكلم فيها استفادة إن شاء الله أنا الأول عايزة قبل منهي الحلقة نقول مميزات الأكاديمية بسرعة عشان الناس كتير جدا لسه مش عارفوا مميزات الأكاديمية الأكاديمية بتعلم الكورس في أربع حصص بتخرجي من الكورس من الزيرو حتى الاحتراف في أربع حصص وعندنا طريقة الدفع بالحصة يعني ما بتدفعيش من ثمن الكورس كامل على بعضه طبعا تقدري تتواصلي معينا من خلال الأرقام الأكاديمية ياريت موجودة على الشاشة دلوقتي أو من خلال الفيسبوك أكاديمية الأستاذة تقدري تتواصلي معينا من خلال رسالي للصفحة أو أرقامنا على الواتس برضو موجودة في الأكاديمية طبعا أنا برضو عايزة أفكركم بأن الأكاديمية بتطلع شهادات شهادات بعد انتهاء الكورس لو كنت أخدت كورس شامل أو كورس الأستاذة كورس الأستاذة بقبرة عن 6 حصص وده للناس اللي عايزة تحترف السواءة أو تشتغل بعد كده في مجال التدريب مثلا أو تشتغل في أي حاجة تخص سواءة السيارات للأسف خلصت حلقتنا ولا أخدت عايزة تقول كلمة أخيرة في سانيتين طبعا بحيك جميع وبشكرك طبعا كابتن دهب على الصدافة الجميلة دي وسعيدة بيها وإن شاء الله اللي هيجي معنا أو مع أكاديمية الأستاذة مش هيندم هيتعلم حاجات هتدعو لنا بعد كده وطبعا الدعوة دي بتنزل الدنيا إن إحنا تقدروا تستفيدوا مننا بالمعلومات حبيبتي يا إيبالك مع الأستاذة ما فيش مستحيل إن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة من برناماتكم مع الأستاذة شكرا